أنا مغربي أعيش في فرنسا وأقطن في منطقة تكثر فيها زراعة العنب ومصانع الخمر وكل ما يتعلق بإنتاجه من ورق مقوى وقارورات وغيرها أريد أن أعرف حكم الشرع في العمل في هذه المعامل وفي هذه الزراعة بارك الله فيكم يا شيخنا إذا كان هذا الشخص في راحة وفي حلم أمره بمعنى أنه يمكن أن يغير ويمكن أن ينتقل فلا يجوز له الاشتغال في الخمر في بيعها وفي تقريبها في أي صلة بالخمر هي محرمة وتمترون وتسمعون النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله في الخمر عشرا فكل من يساعد على تقريب الخمر فهو محكوم بهذا الحديث هذا الذي يهيئون القناني ويهيئون الصلاديق وأولئك مشمولون جميعا بهذا الأمر لكن حينما يقع ما يقع الآن في أوروبا وأن الناس لا يجدون فرص للعمل فالضرورة لها حكم آخر فالإنسان يشتغل وهو يترقب أن يسر الله له عملا آخر لا يكون فيه مع الخمر الخمر لاتصال بها أو التواصل معها كل حرام بل قال بعض العلماء إن مجرد النظر الخمر فيه حرما لأن الله تعالى قال فاجدنبه والاجتناب هو أكبر من عدم شربه أي المنهيئ ليس هو عدم شربه اجتنابه بالمرة وهؤلاء الآن حينما يوجدون في هذه البيئات هم يتخوفون على أنفسهم قد يكون الإنسان له دين صلب ولكن أبناءه يمكن بحكم وجود القناني والخمر مبذول في كل مكان يمكن أن أبناءه سيجربون ماذا يربح الإنسان إذا أصبح أبناءه يشربون الخمر وهو يشتغل من أجلهم يعني أنه ما ربحه بهذه الجهة خسر أضعافه في الجهة الأخرى فلذلك إذا كان مضطرا بمعنى مع ملاحظة الأزمة الموجودة الآن فالضرورة لها حكمها ولا نقول أنه يجب أن يشرد وأن يسمح وأن يسمح بأن يخرج من بيتي مثلا لأنه لم يعد يجد شغلا لا وإنما أقول يعتبر الضرورة ويعتبر أنه إذا كان بإمكانه أن يغير هذه المهنة أو يغير حتى هذه المدينة فإنه يفعل ذلك ويعتقد أن في ذلك تقربا إلى الله عز وجل عند هذا الحد أوقف هذا الحديث وأسأل الله تعالى نياذنا بلقاءات أخرى وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين